السلام عليكم أخواتي الغاليات متتبعاتي الوفيات كديرين لبساليكم تمنى إن شاء الله تكونوا كاملين بصحة جيدة اليوم جوت لكم صاب لي رائع جداً لديد بزاف كي يجيه شيش وطريقة دياله دياله سهلة تصوبوه في مرة واحدة يجي معلك ويجي رائع فضرورة تجربوه إن شاء الله وتردو علي الخبار فنتابعوا المقادر وطريقة تحضير وفرجة ممتعة بسم الله على بركة الله كتاخدوا القصعة ديالكم اللي غادي نخدمو في هاد القاطو غادي نحتاجو أول حاجة الزبدة بزاف لبنات الزبدة اللي كي يسولوني وشك نستعمل أنا كنستعمل هادية ديال الماكلة ممكن تستعملو مارغارين ولا لي بغيتو أنا تعجبني هادية الحق نحتفل ما دخ كجيزوينة فعندي هنا رابعة ديال الزبدة ماي يعادل ميتين وخمسين جرام اللي تكون في حرارات المطبخ غادي نزيد عليها ميتين جرام تع سكر غلاسي أو سكر بودرة اللي ما عندهاش الميزان ميتين جرام تعبر جوج ديال كيسان ديال العنبة فدائما كننصحكم سكر غلاسي ديما غير بلوه باش ما يبقوش الكوتل وضغية هاكا تقدرو تخدموه مع الزبدة سوفي غادي نندمج الزبدة مع السكر ندمجهم زيان زيان حتى كنحصل على ايوم بومات كنخلطهم مليح مليح صحب لها البنات ناجح مياه في المياه ديوها 100% اكيد نجحوا فيه من اللي كندمجهم هاكا كنضيف عليهم انا هنا غدي نستعمل مركز الفاني انا اخذت هادو زوين هنا البنات مهم انا كنشري من محلة حلوية زوين فيهم واحد لوقو رائع ما عندكمش ديرو فاني عادية صاشي نتاع الفاني ولا إلا عندكم داك فاني ليكيد سائل ديرو معلقة صغيرة اللي كان عندكم ديروه اه درت شوية نتاع الفاني وبدي تخلط تعود تاني هادي نزيد نص كاس نتاع الناشا او لا ماي زينا مايو عادي الخمسين جرام وغادي نضيف ساشي نتاع الخمير ماشي ساشي كامل غي معلقة صغيرة معلقة صغيرة ديال الخميرة ديال الحلوة تفقنا وبنسبة للدقيق كدفوه تدريجيا انا اعطيت لكم العبار غدي تحتاجوا 400 جرام ديال الفارينة يعني ربعة ديال كيسان ديال فارينة ديالكم تكون مغرب لالبنات وديما 400 جرام ما شغي قلت لكم 400 جرام غادي توزنوها وتخولوها في مرة واحدة الا شوية بشوية حتى تجمع لكم العجينة العجينة ما كتقصفوها شو ما كتكون ش كتلسق بزاف ايه لحساد كتكون طرية فصافي نستمر هاكا ندير شوية بشوية الفارينة تجمع لي العجينة بهات الطريقة هادي شكل هادي الشكل هادي الشكل سوف يدركي نبدي ونشكل هاو كيما قدت لكم تشكيل هادي يكون في مرة واحدة فالفكرة انني نعطيكم هاكا صينية كتاخذو الصينية ديال الفران الى كانت عندكم فهد الحجم هذا الحجم عندي فيه 45 الى 38 الى عندكم هد الحجم غدي تديرو بحالي كتصوبوا الورق الفرن على الحجم دياله على الحجم ديال الصينية وكتاخدوا هد الورق هو اللي غدي نورقو عليه العجينة متاع الصابلة ما كانش عندكم الحجم متاع هد الصينية كتورقو على حسب ما كتت تعطيوها واحد السم كرقيق العجينة ديالكم فهنا يا انا غطيتو بورق واحد اخر باش هكا منتورقوا العجينة ما تليسقلكمش وما تقوش تضيدو الفرنة لحقاش غدي تنشيف لكم لابات اما غطوها بورق الزبدة ولا ببلاستيك غي دائم وبدت كنورق العجينة ديالي بدللك قادي نورقها مستطيل على حسب ذاك الورق الزبدة اللي عبرنا به الصينية مستطيل يكون ارقيق كيما قدتكم الى ما عندكم شصينية قد هادي انتو ما ورقوه غيفوق اي صينية عندكم يكون في هد السمك هاد البنات يكون رقيق كيما الصابلين اللي كان رشموه يكون رقيق ها في قديتو هاكا البنات كيما شتو صوبتلو الجناب كامل ولا عندي مستطيل مقاد مزيان ورقيق قادي نهزو هاكا ونديرها مباشرة في الصينية يعاونكم شي حدو لازوها وديروها فق الصينية وقدولها جناب هاكا مزيان ع الصينية سوف يدرك يكملنا هاد المرحالة فرشنا العجينة دينا ع الصيني وشنو غادي نديرو غادي نحتاجو للمربا المشميش اللي كيكون شوية خفيف هادا خاص بالحلويات عندي كذلك الفول السوداني القاو قاو البيض شديتو احمرتو في الفران وهربشتو بهاد الشكل هادا اللي عندها الامكانية تقدر تدير حتى اللوز هلا شلا فهنا شنو درت خويت كمية من الكونفيتير او من المربا على الوجه دينا اللي جينا كامل غادي نفوت عليها المربا ما يكونش قليل قاعي هاكا كيما راكو تشوفو يكون مزيان يكون باين نوزعه كامل كيما شتو في كرزوينة اللي بنات في عوض ما تقطعوه كو طيبو وعد مبعد تزينو هادي يكتطيبو في مرة واحدة وكيتزوق في مرة واحدة يعني عادو كتقطعوهم يكونوا واجدين من اللي درت طبقة ديالا كونفوسيوح شديت هاداك الفول السوداني المهرمش وزدتو من الفوق خبرت مزيان مزيان ما كيبقىش يبين هاداك المربا كتغطيوها هاكا مليح مليح بعد طريقة هادي الشكل هادا من بعد كتشدو سيكين وكتقطعو كتقطعو انتم الحجم اللي كوباغين وشكل اللي كوباغين انا هنه درت مرباعات قدرت مرباعات تقدروا تصغروا على المرباعات اللي درتانا تديروهم صغير ورين تقدروا تديرو متلاتات يعني الحجم اللي بغيتو مستطيلات اللي بغيتو انتم انا قطعت كراكو تشوفو على 4 ووليت قطعت على 8 يعني هاكا قدرتهم مستطيلات بعد الشكل هادا تقطعو بالسيكين هاكي ومبعد وليت بالعرض بنفس الطريقة كتشوفو الحجم انتم ما بغيتو تكبرو ولا تصغروا انا قسمتها في الواسط وكل جهة قسمتها على 3 حصلت على شكل مرباعات سوف ينشعل فران ديالي سخون كندخلهم على نار متوسطة كما تعرفوا العجينة انتع الصابلي ضغية كالطيب يتشوفوهم مرة مرة كترقبو عليهم من تحتها كتعليو ذاك وارق الزبدة ويتشوفوهم حمارو من الاسفل تشعلو لهم العافية غي شوية من الفوق ديالهم وتطفيو عليها غيتخرجوها وهي سخونة لبنات هي سخونة غيتخرجوها كتولي وتشدو السيكي وتولي وتقطعو في نفس البلاس اللي قطعتو من قبل تولي وتعاودو تقطيعو في نفس البلاس اللي قطعنا من قبل ولكن تكون سخونة تخرجوها من الفران وصافي هاد الشي اللي ما كاين لمساء اخيرة تدوبو شوية شوكولة سوداء تديروها في واحد لعبوش او جاي بحلواني وتبديو تديرو هكا خطوط تزينو بخطوط بو تديرو شوكولة بيضاء ولا تديرو شوكولة سوداء اللي بغيتو قدي نستمرها كحبيباتي تنكمل قاع الكمية اللي عندي انا في هاد الحجم اللي يدرتها البنات خرجتلي خمسين حبه خمسين حبه في مره وحده خرجتها لي بغيتو تصغروا لها كتخرج لكم اكتر يعني انتو ما اختيار ديالكم صافي كملتو ما البنات نشفتها ديك الشوكولة وصافي كتشدوها الحلوة ديالكم وكتفرقوها بالحبه بالحبه كتتحيد لكم كراكو تشوفو بسهولة كتجي رائعة جدا جدا الوغو ديالها ببنين كتجي هادا كلاقون في تورم اللي كيطف الفران بحال اللي كيتكرمل وكي يعطي واحد تعليك اللي حلوة ما نعاود لكم شالبنات كتجي معلكة وتجي الشيشة وبنينة وفي نفس الوقت كتكوني خرجتلي كمية كتيرة في صينية واحدة طافي وكتديرها في واحد لابوات كتغطيها ما تديرها لفت الله جلوال وخليها غيلة في لابوات ما يصر لها حتى شي حاجة هاد هي الحلوة ديالنا لبنات نتمنى ان شاء الله تكونوا فهمتوا كل شي تكونوا استفتوا وعجبتكم هاد الحلوة وان شاء الله بغي اياكم تجربوها لحقاش بغينا هاد الحلويات اللي يكونوا سهلين وكيغرمونا لان ما فيهم شي حاجة اللي كتير اشوفوا معايا كيف اشمعلك البنات وضخية كتقطع هائلة الى عجبتكم الوصفة والفيديو خليوا لي شي لايك حبيباتي بارتاجيوه وشي تعليق زوين وإلى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله مع الشي والصفة مع السلامة اشتركوا في القناة